اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي قبل أيام خلال الأسبوع الماضي وتوصيه من رئيس البزراء الحالي مصطفى الكاظمي قام ما يسمى برئيس الجمهورية برحم صالح بأصدار مرسومين جمهوريين تضمنت هذه المراسيم الجمهورية قرارا بالعفو عن شخص يدعى جواد لأي جواد الياسري هذا ابن محافظ النجف الذي استقال قبل أيام قليلة وهو كان يعني ربما ضابط في القوى الأمنية من عاصر القوى الأمنية طبعا هو عصابته هو وجماعته لماذا أقول عصابته وجماعته الذين كانوا في السجن هؤلاء تم مسكهم قبل فترة وكان بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات التي يدخلوها عبر إيران وكانوا يعني يتولون توزيعها في بغداد وتم يعني القال قبض عليهم بالجرم المشهود وتمت محاكمته وحكمه ربما بالمؤبد أو هكذا وإذا فجأة ينصد الرئيس الجمهورية الحالي برحم صالح مرسوم جمهوريا بالعفو عن هذا الشخص هو وجماعته ويأمر وزارة العدل بإطلاق صراحة فورا واطلق صراحة هو كل الأخبار تقول أنه هرب إلى خارج العراق يمتلك جواز سفر أمريكي أو بريطاني وخرج وانتهته وجماعته وإذا بالدنيا تقوم ولا تقعد والناس تتكلم والكل يتحدث عن صفقة صفقة سياسية واضحة لا تحتاج إلى أي تفسير ما الذي يجعل برحم صالح رئيس الجمهورية الحالي في هذا الوقت وهو يعني في الوقت الذي الآن هو رئيس الجمهورية تصريف الأعمال يصدر مثل هذا المرسوم الجمهوري لكي يطلق صراح هذا الشخص ولماذا رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي يوصي رئيس الجمهورية بإصدار هكذا مرسوم واطلاق صراحة لماذا؟ الكل تتساءل هناك صفقة كان محافظ النجف لا يقبل الاستقالة وكانت هناك جهات كثيرة تضغط عليه لتقديم استقالته كان لا يقبل الاستقالة ويبدو واضح جدا أنه بعد أن قبله بالاستقالة كان واحد من شروطه أن يطلب صراح صراح ابنه وصراح من معه من عصابته عصابة المخدرات وهذه واحدة من كوارث هذا الحكم الذي جاءت به أمريكا للعراق منذ عام 2003 إلى حد الآن واحد من صور البشاعة والكارثة الكبيرة تتحلت بالعراق طبال هذه الساعة 12 سنة أن يصدر مثل هذا المرسوم بحق ناس يعني يتاجرهم بالمخدرات وعلى حساب مصير العراق والعراقيين وصحتهم وحياتهم ومستقبلهم وحاضرهم وتدعم يعني أما الأبرياء واللي اعتقلتهم الميليشيات واللي عذبتهم واللي أذتهم وأبرياء ولم يفعلوا شيئا ويتم اختطافهم من بيوتهم وتم اختطافهم بالطرق على جسر بزيبز وغيرها وغيرها وبالبصرة وبالتظاهرات وبالعمارة وبسعة التحرير وبغيرها ولا مغيبين ولا أحد يعرف أينهم ولا يمكن إطلاق صراحهم ولا يفكر رئيس الجمهورية بإصدار مثل هذا المرسوم أقول بعد أن ثارت ثائرة الناس وكتبت الكثير والكل يتحدث عن صفقة وإذا برئيس الجمهورية الحالي يرتكب خطأ أكبر من الخطأ الكارثة أكبر من الكارثة التي يرتكبها بإصدار المرسومين فأصدر أمرا أو قرارا بإلغاء المرسومين وطلب من اللجنة التحقيقية أن تحقق ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام المعيب؟ هل يمكن لدولة تحترم نفسها ورئيس جمهورية يقول أن رئيس جمهورية يحترم نفسها تصرف بهذه الطريقة؟ يطلق صراحة مجرم وروج للمخدرات معروف والقضاء حكم عليه وهذه سابقة وعندما تثور ثائرة الناس يصدر قرارا بإلغاء المراسيم وإعادته ماذا تعيد؟ هربه وانتهى الموضوع وخلاص لا يمكن تراجع عن العفو الذي أصدره بقرار من عنده لا يمكن هذا سحب المرسوم وهذا سحب المرسوم أو القرار لا يعني شيئا الذي يعنيه أنه لا سلطة في العراق أن العراق بلد فوضى بلد خراب ليس فيه مؤسسات إذا كانت ما يسمونها الرئاسات الثلاثة تتصرف بهذا الشكل يعني من الذي وراء كل هذا القرار؟ يعني من هي الجهة التي ضغطت على رئيس الوزراء والرئيس الوزراء استجاب لهذا الموضوع وضغط على رئيس الجمهورية والرئيس الجمهورية استجاب من عقد كل هذه الصفقة؟ ليأقول الأمر وهذا الوضع الذي ستجرون به الاصلاحات وتشكلون به حكومة غالبية وطنية وترعون حقوق العراقيين وتوقفون العراقيين وتساندونهم وتصلحون الخراب التي أحدثتموه طوال ساطعة السنة هذه هي الكذبة الكبيرة سبحان الله سبحان الله الذي يفضحهم ويكشف كل سوءهم ويكشف كل خبايا تصرفاتهم وعقولهم المريضة هذه المسوخ لا يمكن أن تصلح شيئا هذه المسوخة كذا تتصرف تتصرف كعصابات هذه شغل عصابات لقاء أموال لقاء مواقف سياسية لقاء تنازلات معينة تصدر قرارات مثل هذه وعفات أما الأبرياء أما من يتحملون الضيم لسنوات مغيبين في سجون تحت الأرض فهؤلاء لهم الله ومرة أخرى مثل ما قلنا في الحلقة الماضية لا بواكي للعراقيين ونأقصد العراقيين العراقيين العبات الشرفاء الذين يحترمون عراقيتهم يعرفون قيمة العراق وقيمة عراقيتهم هذه هي الحقيقة أما من الظرورة مثل هذه المراسية ومن يشاركون في هذه الصفقات فهؤلاء ليسوا من العراق بشيء هؤلاء طبقة فاسدة صفقات سياسية فاسدة تأخذ العراق إلى الهاوية بسرعة هذا واقع الحال وهذه جزء من صور هذه بعض الصور صورة ربما واحدة من صور الكارثة التي حلت في العراق منذ 2003 إلى حد الآن وهذه يفعل أمريكا وإيران التي جاءت بكل هؤلاء ليحكموا العراق ويقولوا أن العراق جديد هذا هو العراق الجديد هذا هو التصرف هذه هي رؤيته أترككم أعزائي المشاهدين بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستوبعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة